هذا وأعلن تنظيم داعش عبر حسابه على تيليجرام مسؤوليته عن هجوم دموي أودى بحيات ضابط وعشرة جنود بسيناء ويذكر أن الهجوم الذي وقع هو واحد من أعنف الهجامات في الأعوام الأخيرة بسيناء حيث تم شن القوات الأمن المصرية حملة على مسلحين لهم صلة بالتنظيم ونعى بيت العائلة المصرية ببالغ الحزن شهداء مصر الأبطال من قواتنا المسلحة الذين اختلتهم يد الإرهاب الغادر في سيناء وقال بيت العائلة في بيان له رئيس بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد والمنصق العام لبيت العائلة ومجلس أمناء بيت العائلة المصرية ولجانه التنفيذية وفروعه ينعون ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الأبطال من أبنائنا في القوات المسلحة الذي اختلتهم يد الإرهاب الغادر بسيناء داعيين الله أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم مع الشهداء والصالحين وأن ينعما على المصابين بالشفاء العاجل كما تقدموا بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسر شهداء مصر الأبطال البواسل ولقواتنا المسلحة مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع أبطالنا من جنود وضباط القوات المسلحة وسرطتنا الباسلة في مواجهة الإرهاب كما جددوا الدعم للجهود التي تقدمها القيادة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف داعينا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وسرطتها وجعلها واحة للأمن والأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر